نروح لأخبار نادي الزمالك جوزفالدو فريرة المدير الفني النادي الزمالك استقر على التعاقد مع مدافع جديد خلال فاطل انتقالات الشتوية المقبلة وفي جلسة هتجمعه مع إدارة الكرة في النادي الزمالك هيقدم فيها طلبه خصوصا في الزل لتأكد غياب الوينش فترة طويلة قد تصل لسبعة أشهر بعد العملية الجراحية اللي أجراها في العضلة الخلفية بعد إصابته بقطع في أوطار العضلة الخلفية بالمناسبة نهاردة تقال كتير قوي أنه النادي الزمالك بيدرس أو بيفكر أنه يقطع عارض أو يتفي مع الاتحاد أنه يقطع عارض محمود علاء وياخد اللعب مرة أخرى في يناير أنا عايز أقول لحضراتكم أنه أنا تأكد من النادي الزمالك وتأكد من مصدر مكرم من اللعب أنه الكلام ده مش مظبوط ومحمود علاء مكمل مع الاتحاد لنهاية فترة عارضه والزمالك لو فكر هيفكر في ضم لعب آخر جوسفالدو فريرة أخطر جهازه المعاون في الزمالك برفضه فكرة خود أي مباراوة ده خلال فترة التوقف الحالية بسبب النقص العادي في صفوف الفريق بسبب للصباط وانضمام الكثير من اللعبين للمنتخبات الوطنية ويضم المنتخب الأول من الزمالك كلها من محمد عواد وعمر جابر وإمام عشور وحمد مصطفى زيزو استعداداً لوديت بلجيكا يوم 18 نوفمبر وفي نفس الوقت يتواجد الرباعي محمد حسام بيس ومحمد طارق وحسام أشرف وحسام عبد المجيد في صفوف المنتخب الأولمبي في حين يتواجد التونسي سيف الدين الجزيري في معسكر المنتخب التونسي اللي أولين دول كان في المنتخب الأولمبي وسيف الجزيري مع المنتخب التونسي استعلن لكأس العالم قائمة المصابين طبعاً اللي فيها نادي الزمالك حالياً تضم أحمد فتوح ومحمود حمدي الوينش ومحمود عبد الرازق شكبالة ومحمد عبد الغاني ومحمد عبد الشافي وإبراهيم نضاي ونبيل عماد دونجا ويوسف حسن يوسف حسن استودت كتير كتير جدا طيب التونسي حمزة المسلوسي لاعب نادي الزمالك قرر تأجيل الحديث عن فكرة تجديد عقده مع نادي الزمالك لنهاية الموسم الجاري خصوصاً بعد ما تلقى عروض شفاهية من جانب أنداء عربية في الفترة الأخيرة وكمان معروف أنه عقده ينتهي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري وحتى الآن الزمالك لم يتحدث معاً لها بحاول فكرة تجديد عقده خصوصاً أنه تم رفع الملف الفريرة لكنه قرر الانتظار لنهاية الموسم لو تم عرض الأمر عليه حمزة المسلوسي كان حاجة وبقى حاجة تانية خالص مع فريرة قبل ما يجي فريرة أنت مكنتش بتفهم أصلاً حمزة المسلوسي إزاي أصلاً لاعب دولي في المنتخب التونسي كان بيقدم مستويات صعبة جداً مع نادي الزمالك جداً لما جي فريرة غير الراجل خالص وهنا نرجع نقول إيه؟ أنه الأصل مش في إمكانيات اللاعب الأصل في توظيف المدرب لإمكانيات اللاعب عشان كده لما فريرة وظفه صح لما اشتغل معه صح فحمزة المسلوسي تقلق وأصبح من اللعبة اللي الزمالك يحب يد التعاقد معه ويحب أنه اللاعب يكمل مع الفريق